حظي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على الثناء من متابعي أداؤه القوي على مدار بطولة الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس بالكاميرون وحصد المنتخب الوطني وصفت البطولة بعد خسارته أمام السنغال بدربات الجزاء الترجحية ولم يكن طريق المنتخب ممهدا حيث أطاح في رحلته بأكبر المنتخبات وهي الكاميرون صاحبة الأرض والمغرب وكوتفوار أداء مشرف وبطولي قدمه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون رغم خسارة التتويق باللقب والفوز بالمركز الثاني على أفريقيا ولكنه الأول في قلوب المصريين جميعا رغم خسارة اللقب لا خلاف على الجهد الذي بذله المنتخب طوال مشوار البطولة ولقائه فرق كانت المرشح الأول للبطولة منذ الأدوار الإقصائية مثل كوتفوار ثم المغرب ووصوله لمباراة نصف النهاء مع الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور وأخيرا في النهاء أمام السنغال والذي شهدت تألق اللاعبين ومثابرتهم للظفر بالبطولة التي انتهت برقالات الترجيح لصالح السنغال مكاسب عديد على الصعيد الشعبي فقد نال المنتخب احترام الجميع وشاهدنا كيف كانت تضامن الجماهيري مع اللاعبين والمؤازرة والتشجيع وكيف خرقت ملايين الجماهير في الشوارع رافعة الأعلام المصرية مع كل مباراة للمنتخب في مشاهد تعكس الروح الوطنية العالية والرياضية المشرفة فليس هناك مناسبة تجمع الشعوب أكثر من كرة القدم وهذا ما فعله المنتخب خلال مشواره بالبطولة في بث الفرحة والسعادة والآمال لدى الجماهير ومحب الكرة المصرية وأعلن اللاعبون عن أنفسهم بكل شرف واحترام بما أنجزوه وحققوه من انتصارات المقدرة خلال البطولة لعب الفراعين كانوا عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية خلال مشوار البطولة لكن الجماهير تأمل في إسعادها مرة أخرى والصعود للمونديال الذي سيقام في قطر 2022 بعد لقاء السنغال مرة أخرى الشهر القادم ذهابا وإيابا وتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية طبعا من بنور هردك المنتخب الوطني أدوا عليهم اللاعبة وجهاز الفني وعملوا بطولة كبيرة جدا لكن التوفيق محالف ناشف وراء النهائية إجمال المنتخب الوطني هو الأفضل على مستوى البطولة إحنا علينا الشرف وراء منتخبنا العظيم وده حاجة مشرفة لنا مصر يعني أربع مطشات وراء بعض إكسر طايم وضربات جزاء واللعبة دي محترمة جدا وإن شاء الله مستنينهم يعملوا حيا ونصعد كأس العالم إن شاء الله إن شاء الله رب يكرمنا كده فرصة تانية ويصعدوا الكأس العالم هم أملي اللي عليهم ورب نيوفقهم إن شاء الله الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل وما فيش نصيب وإن شاء الله نعود في كأس العالم ونصعد في التصفيات والحساب السنغال إن شاء الله والقادم أحسن بإذن الله